على ذكر كابتن محمود الخطيب كالعادة كل مرة بيترقص فيها باعتة النادي الأهلي للمشاركة فأي بطولة من البطولات دايماً بيبقى لها العكسات طيبة جداً على اللعيبة وكمان على الجماهير فيها شيء من الطمأنة زي ما بتحصل للعيبة بتحصل كمان للجماهير أكيد يا كابتن ليه؟ لأنه هو واحد طلع من نبت هذه الأرض طلع من الملعب ده فهو عاش الملعب ده فاللعب لما بيسمع الخطيب بيكلمه بيكلمه ويبقى كابتن محمود الخطيب بيكلمني مش ده المدرب لا ده واحد كان بيلعب زيه فالقناعة بتبقى موجودة يعني هو بيعيد بالتاريخ اللعب نفسه يعيد بالتاريخ نفسه لما يشوف محمود الخطيب كان بيعمله في الملعب هو والحاجات دي كلها إذن بيقوله على تجارب هم شافوه بيطبقها إذن بالتالي هتبقى مقنعة أكتر والإحساس أكتر وده بينعكس على الجماهير برضو بينطبق على بقية الأجهزة الموجودة في الفرق الجهاز الطبي لها كده وده بتساعد المدير الفني أو الخبير حكي المدير الفني مش بيتداي أن حد يتكلم ليه؟ لأن اللي بيكلهم بتحكوره فبقى فرحان أنه بيرفع من معنويات اللعبة دي وتعرف ده يا كابتن كريم بتخلي في حاجة ما بتطلعش بكلام مدربين ولا كلام إعلام ولا كلام أي حاجة في حاجة اسمها الطاقة المكنونة جوى اللاعبين الطاقة المكنونة جوى اللاعب دي ما تطلعش تطلع أمتى وتلاقيها ظهرت على اللاعب واللعب يطلعها أمتى؟ بمثل الأمثلة زي بنقول كابتن محمود الخطيب كلاعب ثم رئيسنا دلوقتي ثم بيكلمهم فدي حيخليهم يطلعوا الحاجات اللي جوة المدرب مش هيعرف يطلعها لكن يطلعها أمثال كابتن محمود الخطيب الصفقات الجديدة ورؤيتك لنسبة مشاركتها وجدوى مشاركتها ونعكسات مشاركتها في حال مشاركتها شايف الملف ده إزاي؟ لا الملف أسل دي بعتبره ملف شايت ليه؟ لأن هي كاس العالم الأندية مرحلة من مراحل أداء النادي الأهلي سواء كاس عالم الأندية كاس بطولة أفريقيا أندية برضو ثم عندنا كاس مصر ثم عندنا الدوري دي كلها مراحل هو كمان التفكير بعيد النظر أنه مجيش أضحي أو أفقد أو أخسر أحد العناصر اللي أنا شايفها كويسة وحتفيد في المستقبل عشان مباراة وبالتالي هو بيفكر أنا حال عب بطولة كاس العالم هل اللعيبة دي عشان ما يحرقهمش بمعنى أصاحب الطريقة البلدية يقولك ما يحرقش اللعب اللي لسه جايبه هم اختار وانطقة مجموعة لعيبة وما جايبش لعيبة كتير هو جايب بعض اللعبين في بعض المراكز عشان يكملوا الترس بتاع القالة عشان القالة تشتغل عشان التيم يشتغل فهو شاف إيه اللي نقصه جايب هنا وجايب هنا وجايب هنا ده قراره هو هل فعلا فيه نقطة ضعفة عنده دلوقتي فرقته بدأ اللعب ده ولا يقدر يكمل ويسيب ده عشان يسأل اندماج لدور إن أنا الإحساس بالملعب لدور الإحساس بالفرقة لها دور الإحساس بطريقة اللعب لها دور الإحساس بالفانيلا الجديدة اللي أنا لبس لها دور كل دي المدرب بيدورها في دماغه على أساس يقول إيه لا ده أنا ده هنخليه شوية ده هنلعبه في آخر نص ساعة ما نشوف نتيجة المباراة ده ممكن أبدأ به وبالتالي هو ما يقدرش يحرق لعبته بأي طريقة إلا ما يقدمهم خطوة خطوة لغاية ما إن شاء الله بإذن الله أنت لما يكون داخل على أكلة كويسة بيقولك شوية سلطة شوية شربة خفيفة شوية كده بعدين تخش على الجامعة طبق الرئيسي ما تاخدش على الطبق الرئيسي الأول وبعدين تنسى الحاجات التانية يعني الحكاية مش مبنية بالكامل أو مشاركة اللاعبين المستجدين مع الفريق إنجاز التعبير مش مبنية بالكامل على مدى جهزية اللاعب فيه تفاصيل تانية أه طبعاً اللاعب جاهز وهم الحمد لله اللي جايين كلهم جاهزين وندعو الله إن يبعد عنهم الإصابات لأن في بعض اللاعب اللي جبناهم إصاباتهم كانت كيرة شوية فإحنا اللاعب طالما هو جاهز هو جاهز بدنياً جاهز فنياً بس هل جاهز دينماكياً إنه هو يخش في اللعيبة وفي طريق وفي النسيج وفي النسيج